تبادل الرئيس عبد الفتح سيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد في هذا الإطار أعرب الرئيس سيسي في تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة داعياً الله عز وجل أن يكون العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار وتحقيق للآمال تحقق فيه كافة الآمال والطموحات في مستقبل يسوده التقدم والرخاء لجميع الشعوب الإسلامية كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفارات مصر وقنصلياتها حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وهنأهم بالعام الجديد وتمنى لهم التوفيق والنجاح كما طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد وأعرب كبار رجال الدولة في برقياتهم عن أصدق تهانيهم للرئيس السيسي وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر